تم جاية على المكتب وعندي شغل في باكيجات لازم تتصور اعلانات وكمان عندي اليوم فيديو ادتينج وكمان عندي كمان امس كان حفل الايميس فلازم كمان اشوف الحفل والرد كاربت والعروض اللي امس كان بربري فيا نورة متحمسة طبعا لازم اخذ المقونة ورانا فتو شوت وريني عفاتك مرة حلوة مرة حلوة انا حبيت الديو تلات هذي من المصممة انت تلاتي بس ست من دو ست 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 داتها اتش هانا توقع ايه هانا صديقتي هانا جاي النطعم بليز بيتزا نسنا البتزا الخاصة فينا موسيقى 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 ننتظر الطلب على أحر الجمر موسيقى 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 معاي المانيجر ورح يحكين شوي عن المطعم لديك أسماء السلام عليكم باقربة باقربة موسيقى بمتحضر على البيئات كemitية صرًا جد 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 جانب أولاً شروح بي جد 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 أولاً وأنا سأتحدث عن بعض الأشياء تسبب لي معصوية صحيح شباً كما تتعرفق صار شويد لديك الشرطات شبك الشباب ووووووووووووو كيف تبقية سأعرفكم إن أشبكم هذه أصبحت هذه هذه هي جميلة ونزل رائعة هذه أصبحت أصبحت هي مرحلة جميلة مجرد من الفيديو ثم تستطيع تستطيعها أني يريد إذا كنت تريد مرحلل أو إذا كنت تريد مرحلل الأخرى هو أنها مرحلة بأس مرحلل إذا كنت تريد 36 ريال إن أضع مرحلل مرحلل لذلك لا تقلق لا تقلق أيضا هكذا ما سأفقدك سيدي عيلة لأنها تواجهت تقطة بواسفة وت BLisko حتى لو تموصلين بواسفة لأ mangsa acs أ 1600 تباً والأحسف اليديchy هذه اليوديchy نحن بالأحسف نحن دعم desc 25 nucleoles نحن بات صديق في السعودية نحن الديناسبة فرنسي نحن الان من الديناسبة نحن الادوين نحن الديناسبة نحن الديناسبة اشترك وعليا شئ ما نعم بشكل همو قدر we Keeping is we make our own zucchini make our own aubergines yeah our eggs and we have basil and spinach freshly brought it and we chop our own tomato's we chop our own onions we chop our own mushrooms oh jalapeno oh so nice absolutely yeah roasted garlic amazing not overpowering at all yeah with a نعم ربنا ترمو ألان لمحب سيتر الان للتجرب لدل vagy short نعم نعم شكرا لا نعم الأ игры من إبادة من نجل لأنه مكشف قليلاً أكثر محنًا كذلك مجرد حقًا بأكثر مجردًا عليك أمسكّين وكل كبير عليك أتمنى كنين أحبه أحبه شكراً لكي تهدئة طبعاً نرجع للمشاكل نكمل شغل عندي ادتينج الفيديو تخيلوا على اساس اني بس بوصل البيت برفعه ولما جيت ارفعه كتشفت ان فيه غلط نرجع لسوي ادتينج من اول وجديد المهم هذا الفيديو راح ينزل الليلة طبعا انتم على ما تشوفونا بيكون الفيديو اصلا الرادي نازل اللي هو فيديو التريند اللي ما عجبتني او قطع البراند اللي تريندي وما عجبتني بس الفيديو مرة فاني يعني صراحة بالنسبة لي مرة حبيت اني طلعت حررتي بالاشياء اللي شايفتها كثير و مرة مقهورة منها لانها مو حلوة طبعا رأي شخصي هو بالنهاية هلأ 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 وصل بكر من دي تيل يا الله قد ايش احب دي تيل دايما مفاجعات ما عدري من مين فمستكشف جاية ستارباكس عندي كم شغلات لازم اصويها وكمان الايميز امس ما امداني اشوف اللوكات ابدا مرة متحمد من رائضة بنفسها من جاية المرات جاي المنال شوف جايبةت مانال으حوو what stepping her مانال حقه 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 حقد مقه رقبته طويله طويله بحي مش مختت الخاصة وهذا دي تخص يا مانشاهله عليها دي ترسورти والله مكنياريك يشاهي الستب حقك مرة يشاهي نعم هناك مجرد في الدب ولي اني امس ما جيت المكتب فاليوم عقاب لازم اجي كذا اعيش طبعا نجمع كل شوزاتي وديهم مرة واحدة للمحل لطولي انتظروني بنات شكري باخذكم بتور او اعطيكم فكرة اكثر عن المحلين دايما تسألوني عنه هذا هو المحل في هذا المجمع اجيكم على اليومين شوزة شوزة نغزة شوزة س gravزة آمو شوزة ألو شوزة داخلكم جولة في المحل هذه اسم ان شاء الله الطلبات واضحة انها مرة كثيرة بعد اشياء شوفوا انا جبت لك كل شي في الحياة فنشتغل عليهم بس اول شي احكي لنا عن المحل كيف بدأ ايش الكونسيبت ايش الفكرة المحل كيف بدأ طبعا هي قصة طويلة احنا تقريبا لنا الحين اربع سنين هو المحل بدأ بفكرة والفكرة هذي تبلورت وصارت عن المحل هذا هو بارتنرشيب ولا فالفكرة كانت بدايتها انه يعني مثل ما اتمر عليكم مشاكتة كذا شان تخضبانة وشي يحتاج ان تصلح وين نصلح وين وين نجيبها فعملية البحث هذي تعرفين اصاد زي الشالنج كذا فتسوي فيها حلو حد ما اطحنا في الشركة هذي في دبي اوكي اوكي تصلح القطع عندهم القطع لما بعد عملية الاصلاح كانت النتيجة يعني تخليك انك توقف وتفكر النتيجة كانت شيء يعني خرافي فلما يعني عبدالعزيز يعني هو اللي تبني الفكرة هذي انه ما هو موجود شيء في السوق يخدم الشريحة هذي فمن هنا بدأت عملية انه تفكير انه تاخذ وكالة انه تفتح انه يعني الفكرة هذي تتحول الى محل يخدم الشريحة هذي اللي ما في لها اصلا يعني انت لما تكلمين عن قطع الهاي براند ما في محل مختص ممكن وغالباait هذي لمن تقدم الخدمات الموجودة برها من نادة دانتنا مثلا مثلا مش محلو وليس افترض يقول هذا نداء بدأنا تواصلنا مع الشركة رحبا بالفكرة اخذنا الوكالة فتحنا المحل تقريبا اول سنة كنا في منعانات معلمة عمالة ومع عمالة وكيف انك تجيب عمال وكيف تدربهم خاصة انك انت تشتغل لا تستطيع ان تغامر بشي عندما تشتغل قطعة غالية لا تستطيع ان تغامر فيها صحيح اذا كنت سمعت المحل كل شيء محسوب الحمدلله بعد 4 سنين يعني الحين الواحد بدأ يتذوق شوية الصبر اللي صبرناه والتعب اللي تعبناه بدأ الواحد يتذوق شوية الحلوطة مع انه ما زلنا لين الحين فيه اشياء كثير لما تصير انت المسئولية تبدأ تكبر عليك معنى انت لازم تصير الاشياء والحلول بالضبط الناس لما تجيك هنا تبغى حلول الناس لما تجيك هنا تتوقع انه انت عندك حلل كل شيء وانت لازم تصير عندك حلل كل شيء لكن فيه اشياء كثيرة انت ما تقدر تسوي فيها شيء او ما تقدر انك تصلح والزمن خلاص مو على الزمن تصير نفس المتيريا الحقها نفس يعني بفنيشنك حقها مو عمليية اصلاً مو عمليية اصلاً مو على شرطنا مو عمليية فيه اشياء تكون الزمن يعني خلاص اثر فيها في عملية الاصلاح فيها يعني مضيعة للوقت لانك لما تصلح لا رح ترجع زي اول وحترجع فيها مشاكل وما حيستفيد منها الشخص بعد عملية الاصلاح وهذه كلها اشياء وقوحها للعميل فيه احيانا بعض الخامات انت ما تقدر تسوي فيها شيء ما تقدر يعني مثلا زي الهيلز حقك هذا هذا من اللون حق وفويل متلك احيانا ما تقدر توصل للماتش حقها انا حسيت استحال انك توصل للماتش حقها استحالة الوصول لها مو انه في حلول واحنا ما قدرنا نوصل احنا استنفرنا كل الحلول من البديه انك انت تتواكب الموضة وتتواكب عملية اصلاحة انا حجيك زيها مثلا شوز بلانسيائقة ترندل احنا ما في احد ما يريد شوز بلانسيائقة من اصعب القطع اللي ممكن احسن انا قيلت لهم لا يشتروني بالضبط هو من اصعب القطع اللي ممكن تتنظف الواحد لما يشتري قطعه لازم يفكر في عملية بعد فترة لو صار فيها مشكلة وشلون بصلحها خصوصا خصوصا اذا كان يلبسها دايلي وخصوصا اذا كان مبلغها برضو مرتفع يعني انا ما تكلم عن نايكي مبلغة يكون مبلغة يكون فل متناول لا يعني فانت لازم تفكر في عملية طب ما فكرت تشتحون مفكرين كثير بعملية التوسع ضرورية جدا مو بالضرورة بالرياضة انا احس برا الرياضة لازم ضروري جدا لكن كل شي لازم انت تحسب حساب اعمليك تتوسع احيان القد تكون سلبية عليك اذا ما قدرت خوزا لازم مانجر لازم معرفيش لازم السمعة ولازم مرتبط فيها موظفين مرتبط فيها تيم انتم عندكم فواتير وعندكم اشياء شغلكم مرة مرتب ايه فيه فواتير عشان لو احد يشكك في الموضور الفواتير تحمي ايه بس الثقة انت ما تاخذها بفاتورة اكيد اكيد يعني المصداقية وهذه ما تاخذها بفاتورة معنى انا اخليها اخر الحلول هو حل لازم موجود عندك الفاتورة تحميني مية مية لانه انت تتعامل مع جلد هذا شي طبيعي الجلد هذا بيتأثر باي شي كل العوامل اللي تمر عليها واذا قد يتأثر فيها تأثير عكسي ويصير فيه دمج صح عنزين فاذا صار فيه دمج لازم انت تكون موضح للعميلة فيه اشياء انت تعرف ان تصير فيه للجلد في عملية اصلاحها فيه اشياء لا قد تكون جديدة عليك عنزين لان الجلود يعني كل يوم يمر عليك يعني انت مايجيك جلد مثلا والله لانبسكن بيور لانبسكن بيور طريقة المعالجة حقيدة قد تكون جديدة يعني لانبسكن لانبسكن يختلف عن براند ثاني عن براند ثاني ايه فمثل ما قلت لك الفوتير تحمي لكن المصداقية والثقة هي اكثر شيء انا حريصة احيانا فيه اشياء تكون يعني الجلد يتأثر بعوامل مرة كثير يعني وبعد التنظيف صار فيه لمعة حنفك اله حنفك اله ايه احسن نرجع ايه و بنحط الكوت اللي عليه مات مطفي وهذا الميكيل كورس السنيفر منكب عليه قهوة كملة منكب عليها؟ ممكن اسبوع مطيب ان شاء الله نلحب عليه يضبط هو واحد بس او خلاص و بسير تنظف كامل ايه بنحاول awa اذا الناس vu هذه هitas اطفئ ايه ل Pikson ايه 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 بعضهم يتقبل وحط القطعة ويصلحها بعضهم يقول لها إذا ما تضمن لها تصلح أنا ما راح أحطها فأقول لها تقول لها أنه أنت ما تضمن لها تصلح فالخامات اللي زي كده تصير لأنه كل حتى الفابرك والستريتش والقماش هذي كل شي منها له بروديكت مخصصة فيه طيب وانتم خدماتكم موش تنظفون على الأغلب اللي هو التنظيف تجديد اللون الرسم الرسم طبعا يدخل تحت الشيكتين الانشل والأشياء اللي كلها تعتبر حدو في الرسم يعني تقريبا هذي الأشياء اللي احنا متخصفين الحماية برضو احنا نحطها على القطع وعندكم منتجات خاصة فيكم في منتجات بس انها للأسف انها كلها مخلصة بس بترجعون توفرونها ان شاء الله بترجع تتوفر كلها طب والأسعار حقتكم كيف تتراوح انا عارف انه على حسب البراديكت وكذا حسب الضرر اللي فيها بس اكيد يعني يعرفون انه الرينج يعني الرينج جدا انا تبدأ من مئة وانت طالب حساب الدامج وحسب الحجم حسب الدامج وحسب الحجم حسب اللون حساب حي الحين ما تفعلون على الشنطة؟ عبدالحمن ورني اللوغو هذه باكباك فحح؟ هم بيسوون اللوغو حقهم حق الكافي شوب فالفكرة المقترحة الان هو كان يحط اللوغو هنا ويكتب هنا فلوب تانك نفس الكافي حقهم اعتقد اللوغو حقهم مربوط لهذا حق البنزينة اوه حلو 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 حبات الفرن فاخلي يوريك نحن صغير لكن الفكرة اللي انا قلتها لهم الان ممكن احنا شفتي هذا اللوغو حقهم مواضح فالحين هذا نفس اليد هذه الخرطوش هنحطه هنا ستنازل الفم حقه نازل هنا ونازل زيت روبز بعدين هنا بنحط اوكتين مره حلو لكن القطرة يعني تصير من تحت نازلة وهنا اوكتين خلصنا قد مره متحمسة بالشوز يطلع تلقى في اللي نبغان مره احنا موت انا محبز احنا وصل باكتين اليوم من دي اتش ايل مكتوب عليه من نيجيريا ما ادهش شو بيوصلني من نيجيريا اوكي ذكرت 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 شي ورحلو مصرحة بوريكم ايه شكل يصل على البراند اسمها تفافي اتوقعت انطق تفافي ارسل لي كده طبعا زي ما بتلكم هي نيجيريا وطبعا تشوفون كثير النقوش حاجتها تلاحظون انها كده بولد صفيقية ضايد شكرا شكرا اشتركوا في القناة موسيقى 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 جايين نجرب كوفي من دحولنا البنات اللي هو موش طبعا اليوم الوطني جايين نطلب كوفي من موش اتوقع انها قهوة مختصة على الطريق تخليل البنات مارفو متحمسات لها اتوقع فانشاء الله تسلط بنونا موسيقى ما تذكر موش طلبنا لنه هل هو زافران ايه ثلاثة وواحد و ايثلاثة كلاسيك تحامسة كيف لكذلك موسيقى جايين ايبنت نحن جايين الناسينة وفجأة طالع في اليوم الوطني ليس كيف انا اعرف يلا عاد ان شاء الله يكون كويس تفضل تخيلوا بنات طلعنا جايين في المكان الغلط الأبنت في المكان الغلط لا فين الدنيا وكشي هذا لوك المكتب إذا شفتوا هذه الشنطة عرفوا انه كرف الوضع كرف هذا طب قميص مرا كيوت من زارة خطة من التخبيضات قلت بوريكم الأوتفت يعني مازال ما صورت لكم الأوتفت وهذا الليقينج مرة حابتها الكراهات هاوند ستوت اللي عليه مرة جنن وكمان الخطوط اللي عليه كنت تحسون قوتشي فايبز الليقينج بس إنه كأنه بنطلون مرة فخم وشوز أتركوا علموني إذا عجبتكم الفلوغ ممكن أحاول قد ما أكثر من أكثر في الفلوغ بس أي مو دائما عرفتوا في أيام تيجي كده خمول في أيام يبقون فيها اكتباتيز كثيرة فعلى حسب الليقينج مختصار وإن شاء الله برجع لكم في الفلوغ تانية أبوريكم إيرسار على الشيزات نار ومتحافظة So stay tuned